محمد غارات يبدو أنها كثيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت حتى وسائل إعلام الإسرائيلية تتعامل مع هذا الخبر لم يصدر البيان المعتاد من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي عارة يكون مقتضبا ويتحدث فيه عن بدء الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت لكن الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضيات تحديدا في كلمة المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري بعد منتصف الليلة الماضية توعد بشن هجمات داخل الضاحية الجنوبية لبيروت بالدعاء استهداف مخازن أسلحة وخزانات أسلحة لحزب الله اللبناني في تلك المناطق كان الحديث عن استهداف مباني معينة ثلاث مباني لكن يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع هذا الهجوم بشكل أكبر وقد تكون أيضا محاولة اغتيال تكشف في وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية ألقت إسرائيل أكثر من ثمانين كنبلة يتزن كل واحدة من هذه القنابل طنا بمعنى أن إسرائيل ألقت في هجومها على الضاحية الجنوبية لبيروت بالأمس ثمانين طنا من الرؤوس المتفجرة من القنابل ومن السواريخ وهذا ما يفسر الهزة التي أبلغنا بها الزملاء الليلة الماضية عندما قالوا أن هجوم الضاحية بالأمس يشبه هجوم بيروت أو انفجار بيروت في العام 2020 نظرا لشدة الانفجار في تلك اللحظة وأن بيروت اهتزت هزا الآن يتضح أن القنابل التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي كثيرة وثقيلة ثمانون كنبلة تؤتزن كل واحدة منها طنا بحسب ما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل تلو التفاصيل تكشفها إسرائيل عن هذه العملية لكن لا تزال التفاصيل المنشورة محدودة حتى الآن ولا يزال الحدث الأبرز هو محاولة إسرائيل التوقع كيف سيكون رجل حزب الله اللبناني استنفار داخل إسرائيل على مختلف الجبهات في إسرائيل لكن أيضا خارج إسرائيل تحديدا في السفارات